لأنها جماعة زمان زي ما هو معلوم عندكم الناس بطهب الكعبة وهم عراد في الجاهلية والناس بدفنوا البنات والناس بيأكلوا الربا والناس بيشربوا الخمر والناس بل بيشركوا بالله سبحانه وتعالى يعبدون الأصنام والأوثان ويعتقدون في كل شيء النفع والضر أو في كثير من الأشياء يفكوا الطيرة يسجروا الطيرة إذا مشت جهة اليمن يقولوا دا يومن أخير وإذا مشت جهة الشام يقولوا دا شر أو الشمال وهكذا يعتقدون العقائد المخالفة لدعوة الرسل والأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود فالإسلام بدى غريب كون المسلمين يطوفوا بالكعبة وهم يرتدون الثياب وكونوا ما يدفنوا بنات بل ربون على الدين ويحافظوا عليهم وكونوا 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 ما يقعوا في المعاصي والمنكرات والفواحش واستقيموا على الدين كانوا غربة في وسط أهل الشرك والجاهلية قال لك بدى الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدى والليلة جماعة الإسلام الحق الصحيح الذي يكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الليلة غريب في وسط كثير من الناس يعني الليلة البدع للأصلين العظيمين الذين يقوم عليهم دين الإسلام لأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وأن يتبع العبد النبي صلى الله عليه وسلم بيكون غريب وسط الناس لأن بلدنا دي يعتقد في أشياء كثيرة جدا زول شيخ وزولي قولوا دا ولي ودا صالح ونعنا وننكر الصلاح ولم ننكر الولاي لكن الولي الصالح هو المؤمن اتقي لقوا السلام قال تعالى ألا إنا أولياء الله ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون المؤمن اتقي دا الولي الصالح الولي الصالح الزول صاحب يحبه والزول بيحترمه لكن الولي الصالح الزول ما بيعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله سبحانه وتعالى يعني ما بنى ديو في الشدائد لأنه الله سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون والله سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والزول أنه صلاح لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها والإمام الحسن البصري رحمه الله قال قال يا ابن آدم ذنبك ذنبك إنما هو لحمك ودمك لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أنت ما نفعتك طاعتهم ولو أن الناس كلهم عصوا الله وأطعته أنت ما ضرتك معصيتهم قال خلقت وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك شكير رب العزة والجلال قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وألا سبحانه وتعالى قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره يعني ما يطير منه من عمل صالح أو غير صالح ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها والزولة جماعة مما القيامة تقوم تاني لا بينفع شيخ ولا بينفع أهل ولا بينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله سبحانه وتعالى قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب الأنساب تتقطع فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فالزول تكون عقيدة في الله صيحة الكلام دا الآن في بلدنا يماعة موجود كثير يعتقد المرى العربية ذارة تنقلب تنادي يا الشيخ الحقنا ويا فلان ويا فلان أفزعنا وابن ننهم فلان وابن نادي شيخ فلان وده خلاف الدين قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم والله سبحانه وتعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فالزول دائما تكون عقيدة في الله سبحانه وتعالى زي ما كان الأنبياء والرسل البمرض منهم زي أيوب عليه السلام بيسأل الله ما بسوي محايات ما بسوي بخرات زي ما عملوا الليلة في بلدنا ما بمشي الأفلان ولا علان وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الجات كربة وجات مصيبة زي يونس عليه السلام بلجأ إلى الله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات ظلمة البحر ظلمة الليل ظلمة السحاب ظلمة بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فالزول يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى برضو أجماعة من العقائد المخالفة بعض الناس لما تروح منه حاجة ذهب والنساوين مرات تقول لك أنا ما اتراحت ولا كذا يقوموا يمشوا لي الشيخ يقول لك الشيخ شوف لنا الرائحة وين وده خلاف الدين بل رب العز والجلال قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب والله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وذا كان الملائكة الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها شفت الآيات دي بتوريك أنه ما مخلوق بإعلم الغيب قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباءهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتهون فإذا كان ذلك الملائكة جماعة أصلح الملائكة ولا شيخنا نحن أصلح مش الملائكة بعد ما يعلموا الغيب فكيف يقولوا نمش ليفكي فلان وشيخ فلان وشوف لينا إذا كان في صيحة البخاري في عقد وقع من عائشة رضي الله عنها والعقد ده بركت فيه والناقة العقد ده فتشلوه من العصر للصبح ملقوه في روايات لكن أصل الحديث في صيحة البخاري كتابة تيمو عقد من عائشة رضي الله عنها فتشوا له من بعد العصر للصبح ومن الناس اللي بفتشوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الناس اللي بفتشوا عشرة ألف صحابي ومعاهم عائشة رضي الله عنها لما انجى الصبح والناقة قامت وليقوا العقد ومنا ما لقوا موية والضباء نزلتها يا تايمو ودي مناسبة التايمو وصالوك مناسبة أو مناسبة إذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يفتش هو وصحابه يفتشوا ليعيد وتحت ناقة ما عرفه فكيف يكون فكفلان عرف الرايحة ويجيب الرايحة ويمشوا له والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي قل يعني وري الأمة لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ده الرسول عليه الصلاة والسلام براه ما يعلم إلا يجيه وحي من السماء ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء برضو يا ما من العقائد المخالفة ومن الأخطاء الشركية تلقون حلفوا بغير الله يقولوا وحات فلان وحات النبي ومرات يحلفوك يقول لك عليك فلان عليك النبي يقول لك وحات الزاد والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذ حسن الألبان من رواة بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ذو الماء يحلف الله بالله برضو من العقائد المخالفة تعليق التمايم حجبات يعلقوا حجاب سكين وحجاب رزق وحجاب عقرب ويعلقوا في الطفل كمون يقولوا بيحفظوا ده مخالف للشريعة وعلقوا ودعا ده شيرك بالله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسن إمام أحمد وفي السيسي للصحيحة من رواية عقب بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك فذي الآن الأشياء دي إذا انتقدتها فشوفوه غريب وفشوفوك ده زول مشاكل وده ما زول مشاكل وده زول البدع الناس للأشياء دي ده يعلقهم بي الله الكريم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الليلة يا أخي نحن هسي في الطريق جايين مرأ مرقى بالمحل ماشي بالمحل جنبه علم بيان يقول لك شيخ فلان يتبين هنا وزول مات يا جماعة كيف يتبين الزول المات ده ما بتحرك أصلا ولا ولا بمرك من قبره إلا يوم القيامة وده في سورة آسين الكلام ده جماعة في سورة آسين الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال ألم يروا ألم يروا شوف الآية دي وأضحى كيف ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وفي سورة الأنبياء وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الزول المادة تاني ما بيرجع في الدنيا إلا يرجع بعدين يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى فالزولة جماعة ينبه هالو ينبه أولاده للعقائد دي ولون شيخ دي لنفس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها والله سبحانه وتعالى قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وبل الله قال للصحابة الله سبحانه وتعالى قال للصحابة ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حاشاو قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وقال عن الأنبياء حتى عيسى عليه السلام قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وزول الأجماعة ينبه أولاده ينبه النساوين لأنه العقائد دي كثير عنده والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة دي نار ما بنطيغة نحن ولم نتحمل قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون المرأ يقعد في البيت يا مرأ ما تمشي له فكي اكتب لك ما تمشي له حاجة رايحة تمشي له يقول لي شوف الرايحة ولدك ربيه على العقيدة الصحيحة الناس يعتمد على الله الناس يرفع يدال يا الله سبحانه وتعالى الناس تتوكل عليه كذا آخر نقطة جماعة دي في مسألة الأصل الأول الأصل الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ودي برضو الليلة الناس بشوفها غريبة مجرد ما استقيمت على السنة بشوفو غزول غريب في وسط الناس ولذلك الإنسان يصبر ويتحمل ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفتنون ونحن والله واخونا وولدنا وولدكم أنس العريس وغير من الإخوة وهذا الآن ما شاء الله شايف شيخ محمد جبرد ناس الحاج موسى بيغادي ناس كنب محمد نحن الناس ذلك ينزورون ينعرفون قاعدين نصال فالإخوان كلنا جماعة والأهل والأعمام وكذا الزول اللي بيطبق السنة جماعة دي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما في غرب يعني ما في حاجة الناس جابتة من راسة ولا في مذهب ولا عقيدة يعني الناس ألا فتح ده دين النبي عليه الصلاة والسلام الزول يتحمل الزول يصبر عليه ويذلك إذا كان دي اللي بتابع الفنانين ودي اللي بيقلد المصارعين ودي اللي بيقلد لعبة الكورة الناس بيخلون الأولى الزول اللي بتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يقتذبه الناس يعني تشجعه وتعينه خاصة من الشباب وكذا لأنه في دي عانى على البر والتقوى فسأل الله يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى ويجعلها مناسبة خير إن شاء الله هاي 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 الدعاء بعد الصلاة نعم هو وارد أو هو وارد أيو عمنا الله يحفظه أخونا سأل عن الدعاء بعد الصلاة الدعاء بعد الصلاة إذا الزول بيدعوا براه الدعاء براك ده في أي وقت أدعو في أي وقت أدعو وإن كان الأفضل إنك تدعو بين الأزان والإقامة دي أقرب للإجابة أو الثلثة الأخير أو كذا أو كذا لكن الدعاء المقصودة في السؤال لا الدعاء جماعة دا جماعة ما ورد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد يصلي صلاة الجماعة بعد يقبل على الصحابة ويستغفر ثلاثة مرات ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تيد الجلال والإكرام إلى آخر الأذكار المعروفة عندكم بعد طوال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد يجالس الصحابة ويدخل واحد من حجرات زوجاته لحجرات تسعة فبدخل واحد من الحجرات ما كان يدعو شنو للصحابة جماعة وبل الإمام الشاطبي رحمه الله دا من كبار أئمة المالكية الإمام الشاطبي جوه ناس من الشام قالوا لي يا إمام ظهر فينا أسمعوا القصة دي كويس قال له ظهر فينا قوم يقولون بقول محدث جابوا له شي جديد قال له وماذا يقولون قالوا يا إمام ينكرون علينا أن ندعو بعض الصلاة الناس دي الغريبين نحن ذهرين ندعو بعض الصلاة جماعة الناس دي الأنكروا علينا قال الإمام الشاطبي أصاب السنة الناس الأنكروا عليكم دي أصاب السنة قالوا لي يا إمام ألم يقل الله تعالى في القرآن وقال ربك مدعوني أستجب لكم قالوا له الآية دي ومش في القرآن شوف رد عليهم رد عجيب جدا قال هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تنزل عليه قالوا بل نزلت عليه قال هل فهم منها الدعاء بعد الصلاة قالوا لا قال ما أنتم بأفهم لكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كلام جماعة قوي جدا أيوة في ذلك الزول يدعو لكن ما يدعو جماعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن فارق الدنيا ما دعى بعد الصلاة جماعة يدعو في الخطبة صح يدعو في الاستسقى صح ودي جماعة لكن ما كان يأمن بصوت واحد ولا كان شنو ولا كان بعض الصلاوات الخمسة بعد أي صلاة بدعو جماعة والله سبحانه وتعالى نحن نختم بهذه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة زي الكباة دي الآن زي الجمنة وكبوانة أكثر لكن لو كبوة ملانة لما نتجيب حجر ترميه في ناب تدفك شنو جوزه منا الدين دا اكتمل نحن لما نزيد فيه دا محسوب علينا والرسول عليه الصلاة والسلام قال وإياكم ومحدثات اليوم إنسان يدعو الدعا دا خير لكن ما بعد الصلاة جماعة العزيمة ما واردة فيهم؟ العزيمة ها الرغية أي واردة؟ أيوة جزاك الله خير دا سؤال تاني وطيب جدا الرغية دي واردة وفي القرآن الله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الرغية دي واردة لكن الرغية الواردة شنو؟ أيوة ما جايك ايوة ما جايك كنت أزيلتك أزيلة جميلة جدا البرغي الزولة جماعة العقيدة في الله صحيحة زول مؤمن والرغية دي ما يكون باستعمال شنو؟ مجرب داري جربة تجريب لا يكون على يقين إن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى الحاجة التالتة الرغية جماعة تكون يعني بالقرآن وبالسنة بالألفاظ المعروفة اللي هو في القرآن القرآن والسنة مثال في صيحة البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا يعني خرج معهم والقصة المعروفة في رجل سيد قوم لدغ فالرجل المعابي سعيد الخدري رقى هذا الذي لدغ رقاه بصورة الفاتحة لكذا من أميز الرقية صورة الفاتحة تقرأ على المريض لو ممسوس لو مسحور لو معيون لو عنده مرض عادي قبل أن تمشي الدكتور المرض العادي ده أرغي أرغي نفسك أقرأ الفاتحة وكرره ولو قريت في موية قريت ونفست في موية وشربت ما فيش كان العلماء قالوا الدليل إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما نجي ينوم بيقرأ الإخلاص والمعزتين وبيمسح جسده فكونه تنفث في موية دي ما فيش كان ودي بتختلف من المحاية المحاية بيكتبوها في لوح وبحطه شنو حطه الأشي المكتوب دي خلاف دي فيها ضرر الرسول قال لا ضرر ولا ضرر ودي خلاف السنة لكن كونه أنت تقرأ في موية هذا تنفث وتشرب دي ما فيش كان تقرأ الفاتحة دقيقة أيوة تقرأ الفاتحة تقرأ آية الكرسي تقرأ المعزتين النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما اللي هي المعزتين الفلق والناس وقلوا الله حد معاين قال الفلق والناس في تفسير من كثير أورد الحديث وحسن الباني رحمه الله تعالى ما تعوذ المتعوذون بمثلهما تقرأ البقرة إذا عندك وقت تقرأ البقرة لأن البقرة يفر الشيطان من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه كما في صيح مسلم تقرأ البقرة بتنظف الزهل وهكذا وكذا لو لو سحر لو عين لو مس لو غيره المحاية والبقرة باختلفا المحاية مش موية سائبة بيقروا فيها لو موية عمنا بيقروا فيها بانفثوا وقرآن ولا الأذكار اللي في السنة بسم الله يرقيك إلى آخره ده ما فيش كان لكن محاية بيكتبوها هم في لوح هم تكلامي هم بيكتبوها في لوح بيحطوا شنو آه بيكتبوا آه بيحطوها آه بيغسلوها بيكتبوا بيكتبو بيكتبوا بصوت بيخلها دي بيش رموها عمل قناة محاية يرع عليها يرق فيها لا لا ما ما تزول محا انت جنو أقراف في موية عادي الموية دي ما ما فيه ضرر والنفس بتاعك دي النفس ما فيه ضرر رسول قال لا ضرر ولا ضرر هاي فيها عقيدة في ذاته بنفس وفيه عقيدة جزاك الله خير فيها عقيدة هم بعتقدوا إنه الشيخ ده في نفسه وفي بركة أسأل أنا ده شيخ مميز أنا في ظني هاي شايفه راي عاله يلقع بيقوم نعم وده سكره أيوه أجي ليدا وأجي ليدا طيب دقيب طيب طيب أريد شيخ مميز أيوه أو معوني أيوه معون ده وسخان وده مضيف طيب أنا أوريك الجواب الجواب الزول المضطر المضطر دعوة أقرب من الزول التاني ولو داك صالح أوريك ليه الله سبحانه وتعالى قال أم من يجيب المضطر إذا دعاه وأنا الليلة ده أنا هذا فلان ده مثلا نحمد ده عند زنوب وعمنا ده الله يحفظه رجل صالح مثلا رجل صالح أنا الليلة مضطر أنا ولدي العيان ده ولا أنا العيان أنا المضطر ما هو صح أو لا ما صح والله قال أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض عشان كذف القرآن في سورة العنكبوت حتى الكفار حتى المشركين قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حصل شنو فلما نجاهم إلى البر خلي سكران فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون بعدين اللي التشايف دا الشايف سكران دا الموحد عقيدته في الله أفضل من اللي التشايف صالح دا هو عقيدته في شيوخ ليه لأنه في صيحة البخاري في رجل اسمه عبد الله بن حمار عبد الله بن حمار الرجل دا جابه بيشرب الخمرة لكن كان بضحك النبي عليه الصلاة والسلام بيجيب له برتقان برتغال بيقول له هدية يا رسول الله تاني بيجيب له موز بيقول له هدية يا رسول الله بيقول له كذا بعد أيام بيجيب له كم نفر بيقول له يا رسول الله هذا صاحب البرتغال أعطي حقه دجيبت لك منه البرتغال أدي حقه ودجيبت لك منه الموز أدي حقه يعني أنا دينت لك يقول له يا عبد الله ألم تهدي إلي تمددني هدية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ألم تهدي إلي يقول يا رسول الله أعجبني لك وليس لي مال فطوال النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وبضحك الرجل دا بشرب الخمر وده الشاهد من القصة لمن جابوا وضربوا ضربوا الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأنه شرب الخمر ففي واحد قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنحن ممن برر للزولة البقع في المعاصي ولم نقول البقع في المعاصي أفضل من الزولة الصالحة المابقع في المعاصي لا الله قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ما واحد ما واحد لكن اللي تبتشوفوا صالح دا الآن الموجودين دا اللي تشوفهم صالحين دا دا العقيدة في الشيوخ أصلا والزول العقيدة في الشيوخ دا دا ما صالح الصالح الزول مستقيم لو بقى صالح ججد أنا ما جايك لو بقى صالح ججد عديل هذا فلان الصالح دا نحن ما أنكرنا إنه يدعو لك الله كونه يدعو لك الله دي ما أنكرنا لكن أنكرنا إنك تتسيأ الظن بأله تقول الله ما بيقبل دعوتي إلا أجل أفلان ولا يت في بلد وهو في بلد تقول يا فلان الحقنة ولا هو مات وتقول يا فلان الحقنة وهو مات دخل قبر وعمل قطع دي لا نحن بننكر ولا هو يقول أنا بدي الجنة ولا هو يقول أنا بعلم الغب ولا يمشي اللي الرائحة لكن كونه هدفه لان ده صالح وزول مستقيم وصالح ججد ما شو غلق هنا دعو ليك الله دين نحن ما قلنا شرك أصلا ولا قلنا بدعا الله يزيخ الدعاء للميد ده من أفضل الأعمال كونه الميد بيحتاج إلى الدعاء أنت تدعو لي والله قال في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خاصة لو بيقيت ولده وولد صالح مشنو ولد صالح يدعو له الفاتح هذه شي لبراك جمعي ذي من البدع جمعي ذي من البدع ما كانوا الصحابة بفعلوه لا 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 أخذ رأتك يا عمنا لو قلت لي العشاء ما تضايقوها جمعي لا لا قل قل انت اسفك ميزة لا لا ما في مشكلة انت اسفك ميزة المسألة اللي بنجاوبها ما بترجع لها تاني ودي حاجة طيبة لو عندك عشرين سؤال شفتها ازال ما في مشكلة والناس تزال اي ابشي من الشركيات تريحكم الصلاح يعني انسان هو المصيد على المسجد لكن لن يسأل حجبات نعم احتضت في أصحاب العبور احتضت كذي كذي نفتقات الفاسد نعم ومحكم الصلاح خلفه الصلاح خلفه كيف المصيد خلفه والله أفضل مصيد في بيوتنا نعم ازولة جماعة إذا عنده عقايد زي زكرا الشيخ بعلق حجبات بنادي الشيوخ يا فلان يا كذا باعتقد انه فلان بعلما الغيب ده ما يصلى خلفه لأنه الله سبحانه وتعالى قال ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لكن الزول إذا عنده زنوب ومعاصي لكن ما عنده شرك ده يصلى خلفه يعني لو عنده زنوب وكذب يسمع هنا واقع في بعض المعاصي الفجور كذا لكن شنو أحيانا بقدموه يصلي الأفضل يصلي الزول شنو المستقيم ولا شك في ذلك فنحن كون زول عنده معاصي دون الشرك بنقول الصلاة وراه صحيحة والزول إذا دخل مساجد المسلمين ما يسأل من عقيدة الإمام ما يجب على يسأل يعني دخلت مسجد السمسلمين ما تقول ده شنو صوفي ده أخو مسلم ده أنصار سنة ده كذا ما تسأل وإنما شنو تصلي طوالي لأنه الأصل دقيقة لأنه الأصل في المسلم البراء الأصل في المسلم البراء أما الزول اللي تشايفه هذا معلق حجاب زي سؤال عمنا معلق حجاب أو بعتر بيقول يا فلان أنت زي ده شنو ما أنت عرفته تجد ناصحه إذا قبل النصيحة ده المقصود والزول يحب الخير للناس قبل النصيحة ده الحمد لله وتصلي وراه ما فيش كان إذا ما قبل النصيحة بيان تليه بعد ده بيان تليه وكذا 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 وأصرق عليك لا أنا بس كذين وما عنده أي حجة زي ده ما تصلي وراه ولا تخلي ناس الحلة يصلي وراه بل الواجب عليهم يشيلوا بره ويجيبوا إمام شنو إمام تاني عقيدته صحيحة يصلي بالمسلمين إذا الكلام ده كل جماعة ما حصل عمنا سأل سؤال في نفس الأشياء الإمام ده عقيدته منحرفة عديل وما يقبل الحق هل نصلي في بيوتنا نقول لا يشوفوا ديوان يصليوا فيه مجموعة لحد ما الله يفتح عليهم ابن مزي ده الأفضل ده التفصيل في المزارة كلها في سؤال آخر متحد هنا بعض الناس يقولون سورة ياسين على الزهل لما يدفنون يعني في الموقع ده في الزمن ده للزارة نعم يعني دين بشيعوا المتوفي يكبدوا يهللوا لما يوصلوا المغبرة التصرفات الكلام ده كله جماعة ما صحيح الزهل الميت ده الناس تشيعوا والناس ساكتا الصحابة وصفوا حال لما يشيعوا الميت كأن على رؤوسنا الطير يعني من الهدوء ودي الآن من الأشياء المنتشرة تلقى الختمية وبعض الطرق عنده هنا البراق والإسم وشنو بيقوله وتلقى ديلك عند إقر ياسين وديل ماشين في الطريق يكبر ده كله ما خلاف السنة ياسين من القرآن ما في شك والتكبير من التسبيح ما في شك لكن ده ما موضعه فالزول يمش بكل هدوء حديث البراء رضي الله عنه في مسنة إمام أحمد وفي سنة الترمذي قال جئنا إلى القبر قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وبيده عصى ينكت بها على الأرض قال فأتيت من أمامه فاستقبلت لأنظر ماذا يصنع قال والقبر لما يلحد صحابة ساكتين قال فأخذ وكان بيدي عصى ينكت بها على الأرض ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيضو الوجوه إلى آخر الحديث المعروف فالشاهد من الحديث ما كانوا بكبروا ولا كانوا بيقروا ياسين في المقابر ولا كانوا إنما بكل هدوء ذول يدفن الميت بعد ذلك يترحم عليه ويدعو له بالمغفرة وكذا الله يجاوز عنه إلى خير شكرا للمشايخ عشان يبرد له عشان يبرد لهنا لجبل برد عشان ها هذا ها هذا ها هذا ها هذا ها هذا ها هذا قل لك اللي يام دي الناس زار على القمح ها هذا وجاء السخانة والناس يعني لجأوا إلى المشايخ دي بالألفاظ جزاك الله لجأوا إلى المشايخ عشان يبردوا الجو وكذا وكذا فجماع الكلام ده كله خلافة الدين ما في مشايخ ببردوا الجو ولا ساعدوا في الزراعة ولا في كذا وكذا أما الدعه ده ما من الله وما ذهر لشيخ انت أصلا ما تسافر لي شيخ ولا تمشي لي شيخ تقول لي سوي لي وعمل لي آه بس إلى ربك سبحانه وتعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلموني عقوب عليه السلام والله جماعة في سورة الواقعة قال أفرأيتم ما تحرثون تشغل الزراعة هذه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بعد قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فالزول يدعو الله سبحانه وتعالى يسر الأمور ويرزقه ووفقه ويبرد الجو لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ما بيد المشايخ ويستعين بالله نعم 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 المسألة هل أنا ذاتي أو أي نعم 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 صحيح إذا ما في ذاك بترجع لك نعم نعم الله يجزيخ خير نعم 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 صحيح صحيح حتى ما يقول لها العوام حاجة بعد عام كدو نعم نعم نحن ذكرنا يعني مزال قريب منها اللي هو جماعة ما يزول وقع في شرك طوالب نحكم عليه أنه مشرك زي سوال الشيخ القبل الإمام ده شافه معلق حجاب ما طوالب قل له يتشنو مشرك كافر مرتد أول شي بيين له بعد يبين له وكذ يفصل له وبالتي يحسن ويذكر له الأدلة ولو عنده شبه يزيل عنه ويجب له الأدلة وييمسس كالله بضرهم فلا كاشف له إلا هو إلى خيره بعد ذاك إذا أصر ذا بعد ذا ما يعذر بجهله لكن قبل يبين له لأن الله سبحانه وتعالى يما قال في القرآن في سورة النساء وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى فَيْبَيِّنْ لِهُ الْهُدَى لأنه كثير من الناس فيهون جهل صاح وده موجود تلقى مرة من جهل عترة يا التوم واتباننقا ذيت ما أطوال أنا بقول له شنو إنتي مشركة لأنه قد تكون جهل ذي أنا بالتي أحسن مفهيمه والله التوم واتباننقا مات والبرع مات والمكاشف مات والكباش مات وشيخ فلام مات والله سبحانه وتعالى قال وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ وده الماتوا يبقى أنا ما أعتمد عليه هنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى يبعد ذاك الفية خير براب تقول لك شنو جزاك الله خير يا ولدي وأنا ما كنت تعارفة والحمد لله فدي مسلمة ويبتشهد أن لا إلي الله أما قول لا إلي الله وأن محمد رسول الله واحدا ما بتكفي يا جماعة الزول يقول لا إلي الله محمد رسول الله ده خير وده حق وده بدخله في الإسلام لكن إذا جابه ناقض من نواقضة ببطلة زي ما الوضع عنده نواقض صلى عندها نواقض لا إله إلا الله دي لو عانت للآيات ولا حاديث بتلقى أنه عندها نواقض ونذكر مثال واحد الزول إذا قال لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى ودعى غير الله سبحانه وتعالى ده نقضى ما بتنفع لو قال عشرين مرة ما بتنفع وقال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هذا أن الله هذا كذب بيكون ارتد ورجع أنا اكتفي بالقدر إذا